اه انا ربهم بهم خلي بالك انا خلاص بقلنا حرف مشدد خلاصش اي موضع في المصحف نون مشددة مين مشددة نقف عليها انا ربا شايفين الباقة المشددة منطقة اتنين ابا ابا انا ربهم بهم الميم مع الباقة بتعمل حاجة اسمها اخفاء شفوي للميم اللي عايز يروح يسمع عن يوتيوب اكتب كده محاضرة احكام الميم الساكنة عواطف عذب هجيبها لك كلها باحكامها سهلة وبسيطة جدا بس اي ميم مع باقة بتخفي للميم بعمل ايه لك زي ما بين الشفتين كأن الشفتين بيرتعشوا على بعض وقد صوت الميم في الميم الغنتها في الخيشوم وان ربهم بهم يومئذ الله يومئذ الله خابير عايزة سمعك صوت الخاء ما تقولش لا 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 خاء لخابير صوت الرأ في الاخر هنا هوت رأ مراققة ار ار سمع صوتها ما بتبقاش مستعلية زي الرأة المفخمة بتاعتش ار يبقى نقولها اخر لو هنوصل بقى لخابير بسم الله يعني ايه لو وصلنا هتبقى الرأ المضمومة معها ميم منقلبة اسمها ايه اسمها حكم اقلاب هنا التنوين منقلب لميم مخفية مع الباق بتاعت البسملة اللي اللي جاية ايه في بداية الصورة اللي جاية